السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مليون مبروك يا اهلوية. مليون مبروك. مليون مبروك. خلاص. المباراة انتهت. المباراة انتهت. مبروك يا مو سيماني. مبروك يا اهلوية. مباراة جمدة جدا. مبروك يا كل جماهير الاهلي. يا حمدي يا شناوي. يا كل اللي موجودين. حسين الشحات نزل النهاردة. عمل حاجات جميلة جدا. ربنا كفء. وبصراحة كنت بفكر باللهب دي قبل ما ينزل. مليون مبروك. مليون مبروك. احنا كده. خلاص. يعني الاهلي ان شاء الله في دور التمانية في كاس افريقيا. مليون مبروك. مليون مبروك. اه الاهلي اه ضحية المنتخبات. زي ما احنا عارفين. احنا شفنا اه يعني كم كبير جدا من اكرم توفيق ل لرام ربيعة. لكل اللعيبة. محمد عب مينعم. كل دول ضحية المنتخب غير لعيب اخرين. اه ده الاهلي. الاهلي اللي بيهزم المهاردة الهلال السوداني اللي متأجله حداشر مباراة. لعب تلات مباراة بس في الدوري يا 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 جماعة يا بتوع اتحاد الكوري يا لجنة المسابقات. الاهلي ما بيعملش كده. الاهلي بيلعب بينضغط. لعبته البرامدز مباراة قوية جدا جدا ضد برامدز التاني في الدوري قبل مباراة سانداون زي ما عملته برضو من سنتين. الاهلي بيحقق انتصار ضد. الآن احنا نقول ضد الاتحاد بتاعه. الاتحاد المصري. بصراحة يعني مررت ده فاقاعة من اللي بيحصل ده. يعني والله عيب. شفوا الواد العسل شفوا الواد العسل شفوا الواد العسل شفوا الواد العسل. والله 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 أايوة كده ايوة كده هو ده الاهلي هو ده الاهلي هو ده الاهلي هم دور الاهلوية هم دور الاهلوية رجالة مليون مبروك مليون مبروك احنا كده يعني خلاص الاهلوية ارجو تشير ارجو كده تساعدونا ارجو كده تشاركونا فرحيتنا وتعملوا لايكات وتعملوا كومنتات وتبلغوا كده حبيبكم عن القناة بتاعتنا القناة المغترب معاكم قناة برينس شريف تيفي المهم دلوقتي احنا نعيش ليلة سعيدة برغم الضغط العصب انا بصراحة لو بلعب بجويستيك كنت كسرت كذا جويستيك كرات مقطوعة لدرجة الملل لدرجة انك بقيت ما انتش عارف المباراة راحة فين طب الهاجمة دي هتكمل ولا لا الكرة التانية مازال في مشكلة عند لعيبة الاهلي في الكرة التانية احنا مش عارف يعني احنا طبعا لازم نتوخل العزر لفرقة النادي الاهلي طالعين بيجوا من السنغال على مباراة مضغوطة في الدور العام يروحوا مش عارف فين احنا مش عارفين الاهلي بيلعب فين اللعيبة بتوعته متفارقة ما بين منتخب مالي ديانج خرج للأسف معلوم مكمل مع تونس تونس اتحاد الكرة اللي فيها برضو لعيبة محترفين ظهرت برضو انها كزا السعودية اللي عندها سبع محترفين في انديتها برضو بتوصل مش عارف كيروش بيعمل به معاكو بالضبط خلينا في فرحة الاهلي المهم الاهلي دلوقتي هيقابل يا اما الرجاء الوداد او الترجي ايا كان الفريق اللي الاهلي هيقابله ان شاء الله بشرط خير وربنا بقى يبدعاننا سانداونز ولا يجيبوا في طريقنا زي كازر شيفز في النهائي مش دين مشكلة احنا دلوقتي الاهلي للمرة كان بقى 14 ولا 17 ولا كان في دور التمانية لا دور التمانية طبعا اكتر بكتير احنا بنتكلم على النهائي ان شاء الله باذن الله تعالى يبقى المرة 14 باذن الله باذن الله الاهلي يتوب بال11 وهتبقى ضربة قاسية لكل من يعني يفكر ان هو يقرب للاهلي او يقول الاهلي ده ليه الاهلي هو عزيمة الاهلي مبادئ اخلاق الاهلي بيلعب بهدوء الاهلي هو هو المضحي الاول وهو المغزي الاول للمنتخب المصري لازم تعرف كده يا استيس جمال علام لازم تعرف كده يا محمد يا بركات لازم تعرف كده يا حزمي امام لازم تعرف كده يا كل من يفكر ان احنا ندي المنتخب الاولمبي للاعب انا مش عارف قد ايه اللي فريقه اللي في مصر ولا عارف قد ايه عالميا بقولك عالمي ولا نعرف قد ايه للمنتخب المصري مباراة كلها يعني كانت مكشوفة هو كان لعب قوي كل حاجة لكن يعني تاريخه في الملاعب قصير جدا جدا لا يرتقي ان هو يبقى مدرب حتى كمدرب نزل ودي ديجلة الدرجة التانية حتى كمدرب للزمالك شفنا ايه المناوشات اللي حصلت بينه وبين رئيس النادي بتاعه من هو بيتهم الاخير بالسحر والشعوازة والاخير بيتهمه بحاجات يعني ما نقدرش نقولها طبعا في فيديو محترم المهم دلوقتي احنا لازم نبارك للأهل خلينا كده نقضي للا سعيدة الحمد لله الحمد لله ربنا يتقابل منا صلاتنا وصيامنا وربنا يبعد عننا وعن الامة الاسلامية البلاء والوباء وربنا يهدي المنتخب المصري يهدي الاتحاد الكورا يهدي وزارة الرياضة انهم يعمل حاجة من اجل مصر عيب بقى اللي احنا اتكلمنا في الفيديو اللي فات بتاعي مبارك عن الحاجات دي كلها احنا شوفنا النهاردة بنتكلم عن الهلال السوداني الهلال السوداني الاخير ترتيبا فيه الدوري بتاعه السوداني عشان الاتحاد السوداني وقف ورا في القتو سواء المريخ او الهلال لاخر لحظة حتى المباراة اللي كانت مؤجلة بالامس بيتأجلوا مباريات مع ان عندهم بعض الوقت وعندهم ساعة من الوقت والسودان ما كانتش بتلعب في تصفيات كاس العالم ومع ذلك كانوا مدينهم البراح البلد بلدهم بلدهم الثاني هي القاهرة كانوا بيقضوا فيها التدريبات ولعبوا كأنهم في بلدهم بالزبط وفي الوقت ان المغرب بتدي للوداد والرجاء ستين وسبعين الف متفرج احنا ليه خمس تلاف هي كورونا هي كورونا ما كانتش موجودة مثلا مع المنتخب المصر واحنا باللعب السمغال لكن احنا هنعمل ايه امور كلها طبعا مش مكشوفة مش محتاجين نتكلم عنها مش محتاجين نغلط في اي حد احنا محتاجين ان الحكومة وان وزارة الرياضة وان اتحاد الكرة يؤمن ويسمن بقدرة الاهلي بمكانة الاهلي الافريقية والعالمية احنا دلوقتي قربنا كده جدا 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 لريال مدريد ان شاء الله لو ناخد ال 11 وكاس الصبر الافريقي هيبقى كده على رأي الود بيليا اتعشت بس اتعشت بقى على ايه على الحاجات السمينة مش على كاس وجري وهي ربيه وجري انا بحييكم ارجو المشاركة ارجو المتابعة انا حبيت اعبر عن فرحتي مفيش كلام كتير الا اني بعض الامور البسيطة زي فريق بيتأجل 11 مباراة والاهلي مش متأجل ولا مباراة الاهلي قدامه 10 مباريات الان في ابريل هيعملوا ايه هيأجلوا مباراة امبي مثلا يعني مش ممكن كل 72 ساعة مباراة يعني 48 ساعة في الوسط مفيش استشفاء فيه اكل معين في رمضان في تنظيمة وعيد نوم واكل فهيبقى مجهد جدا جدا ربنا يسطرها مبدئيا بنحمد ربنا على اللي لا دي واللي جاي اصعب الشهر ده يكون صعب جدا جدا كل 3 ايام مباراة حرام 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 الاهلي مسك الكورة النهاردة الاهلي استحوز على الكورة وكل حاجة لكن الكورات كانت مقطوعة يمكن عشان اللعيبة طبعا رجعة من اجازة رجعة من مشاركات مع منتخباتها ومنهم اللي كانوا ياخد اجازة احنا مش عايزين الكلام دي يتكرر يا موسيماني احنا عايزين الكورة والكورة التانية المفروض يبقى فيه لاعب دايما موجود عشان بره 18 فريق الخصن احنا شفنا كذا كورة تانية مش بنمسكها كان زماننا عملنا حاجة حسين الشاحات نزوله اسلك صدري برغم اني زعلت جدا جدا ان ليه حسام حسن منزلش في التغيير اللي هي بتاعة الدقيقة 82 مثلا او في الدقيقة 66 كان ممكن ينزل مش عارف طاهر ليه نزل اصلا يعني كان افضل حسام حسن كان ينزل من وجهة نظري مكسوني اه ماشي نزل عمل في الدقيقة 86 انفراض ضيعه الشاحات ضيع انفراض في المرمى فاضي في الدقيقة 85 يعني فيه حاجات كده بعض الملحوظات احنا مكناش متطمانين بالنسبة لها انا بقول لكم مباراة الجويستيك المكسور لان الواحد لو كان معها عاشر الجويستيك في ماتش زي ده بلي ستيشن كان كسره لان ما تعرفش الهجمة كانت بتبقى للاهلي من كورة هايفة ما فيهاش اي ملاش اهداعي الكورة تتقطع تروح للهلال من حسن الحظ اتفاعك موجود ديانج عمل اللي عليه حمد فاتح نزل مكانه راجل ابن راجل طبعا المهم دلوقتي انا مش هطول عليكم فيه فيديوهات جمدة جدا شاركوها انا بشارك برضو كل فيديوهات الاهلوية مليون مبروك يا شباب مليون مبروك ارجو منكم فقط المشاركة ونرجو الضمير يصحى عند اتحاد الكورة نتمنى ان كوروش ما يكملش نتمنى ان فيه مدرب وطني يتعمل زي المدربين زي الجهر الله يرحمه زي حسن شحات ربنا بارك في عمره نتمنى من المنتخب الاولمبي ان احنا نشوف واحد نزيه واحد حرفانجي واحد لعب كورة واحد درب بنجاح زي ربيع اسين او احمد سامي او علي ماهر حتى او عماد النحاس بلاش اسلوب المجاملات والحاجات دي جزاكم الله عننا خيرا ما تخلوش الجماهير تحبط ما تخلوش الجماهير تحبط الاهلي هو هو منبع السعادة هو شباك الفرحة لكل الاهلوية ولكل مصر اللي هما بيحبوا مصر مش لازم تكون بتشجع الاهلي لكن شجع فرقة بلدك بدل ما تنتهز الفرصة وانك تخبص زي البلية كده ما بين دولتين عشان خاطر مباراة ما لهاش لازمة ده هي كرة قدم في الاخر اتمنى منكم المشاركة ومتشكرين جدا ومليون مبروك وانا فرحان جدا جدا وقيل الامام يا اهلي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلام حالره